لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ماشين هالهراء هذا؟ الجزائر آئر فقدت مكانتها في البداية في أول خطاب وجه الرئيس قال ليبيا مكانش واحد ما تقبلش أي حل في ليبيا كان القيد صالح جالس وان هي ليبيا؟ باعوها اعطاوها أنا نقول هالكم باعوها مقابل أجودان شاب جابوه من تركيا خرجت الجزائر من الملف الليبي خرجت نهائيا لأنه إنه عادت اللوبيهات اللي كانت تسيطر على الخارجية الجزائرية في عهد بوتفليقة وأبعدت الجزائر من الملف الليبي ومن كل الملفات عادت بقوة وسيطرت على الدولة اندلعت الأوضاع في الصحراء الغربية وهي قضية مغربية صحراوية الجزائر فقط لديها مواقف أرادوا تحويلها إلى أنها قضية أمن قومي للجزائر وأن الجزائر في مواجهة مع المغرب لن نشجع الحرب ما بين الجزائريين الأشقاء الجزائريين والأشقاء المغاربة والأشقاء المغاربة والأشقاء الصحراويين إن لن نشجع أي حرب بين هؤلاء الأطراف لأن الخاسر من هو؟ هي الخاسر كل المنطقة الأمن القومي في كل الدول لأن حقيقة عندما تندلع حرب على حدود أي بلد أمن القومي في خطر إذا كان أمن القومي في خطر بسبب حرب في الصحراء الغربية هناك حرب في ليبيا علاش خليتوا الملف الليبي وسلمتوه وهبعتوه للأطراف الجزائريون رجعوا يسألوا أين الرئيس رئاسة الجمهورية بدأت الكذب رئيس الجمهورية أصيب قبل وقلناها فكل التقرير اللي عملناه بناء على تقييم استخباراتي بأنه الرئيس أصيب قبل ثم 18 عشرة كان عنده مجلس المزارع في ثم 18 أكتوبر وتم إلغاءه بسبب الوضع الصحي للرئيس اللي كان على الفراش جيت قول لي أنه الرئيس أصيب وما نكشفوش لأنه أمن قومي مرض الرئيس يعتبر من الأمن القومي هذا لو كان الرئيس يعالج في مستشفيات جزائرية لو كان الرئيس يعالج في مستشفعين النعجة العسكري الذي يعج بقيادات عسكرية ومدنية من كبار المسؤولين مصابين بكورون لو كان الرئيس يعالج في مستشفيات صحية جزائرية طاقم طبي 100% جزائري في هذه الحالة نقول لك نعم سحة الرئيس تدخل في إطار الأمن القومي ما نعطوش المعلومات على الهواء نقول الرئيس راهو يعالج وكذا 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 وانتهى الأمر لكن الرئيس دخل عين النعجة فجرا ومباشرة نقله ما بقاش إلا مشوار في مستشفع النعجة العسكري ونقله الألمانيا ألمانيا دولة أوروبية عندها كل المعطيات معناها الاتحاد الأوروبي عنده كل المعطيات الصحية عن رئيس تبون إذا لم يكن لديهم معطيات مسبقا وهذه يمكن أن تأتي عن طريق الاستخبارات والجزائر كما تعلمون مخترقة من رأسها إلى أخمص قدميها إذا لم تكن مخترقة عن طريق لبهات أدوات واضحة مخترقة ومفتوحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مؤسف جدا أننا في دولة وفي سمهورية جديدة كما قلتم أن الجزائر يرسل إلى أنور مالك يسأله أين الرئيس أن الجزائر يرسل إلى فلان علان أنه أين الرئيس أنه أشخاص حتى في حياتهم ما يخدموش ما يخدموش قاعدين في ديارهم راقدين يوكلوا يشربوا ورزقهم يأتوه من خلال النشاط عبر الأنترنات صاروا هم يعطوا المعلومات عن الرئيس والناس تنتظر ما يقول فلان علان وصلنا إلى وضع بائس إذا كانت الشعب الجزائري لم يعد يثق في مؤسساته وقلناها قبل 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 خلاص بعد الحراك الشعبي أن الأزمة أزمة ثقة بين الشعب والمؤسسات إذا أردتم استعادة هذه الثقة يجب العمل وليس القول جبتنا دستور فوته على برلمان بوتفريقة برلمان بوتفريقة مازالي شرع يطلع رئيس البرلمان يقول الرئيس سيعود قريب طبعا سيعود إذا حي يعود وإذا مات يعود الجزائريين حابين يفهموا كيف هو حاله وحابين يشوفوا الرئيس إذا كان ما يقدر دروش تظهروه قولوا أن وضع الصحي لا يسبح بظهور الرئيس الآن عنده أكثر من شهر وهو مريض يوصل 45 يوم هم رحبوا يسابقون الزمن يحاولوا بأي طريقة أنه يظهروه قبل 45 يوم المشكلة هنا عندما توصل يوصل الحال شفناهم دول رئيس أقوى دولة في العالم دونالد ترامب أصيب بكورونا بمجرد ما طلع على التحليل إيجابي بيان بيان موجه للعالم واتخلخل الاقتصاد العالمي والبورصات العالمية واتخلخل مرغم ذلك ما الذي سيضر عملة الجزائرية ما عندها حتى قيمة مرض الرئيس والارتاح لأن الجزائر لم تعد لها قيمة حقيقة ليس لأنها بلا قيمة هي عندها قيمة ولكن الوجوه التي سيطرت على الحكم وتحكم البلد تريد أن تبقى الجزائر بلا قيمة الجزائر قارة الجزائر تاريخ عظيم الجزائر إمكانيات كبرى الجزائر عندها رجال آل ونخب موجودين في كل أنحاء العالم الجزائر عندها قوة عسكرية جبارة وتعتبر أقوى أقوى جيش عندها في إفريقيا ورغم ذلك أنها الجزائر أضعف تحركت شوي لأيامات الولى في ليبيا لأن هناك ناس هدفهم ومشكلتهم ليست أمن قوم الجزائر حدودها وليست مهمتهم مكانة الدولة الجزائرية وليس همهم أن الجزائر يعود لها اعتبارها وليس ما همهم أن الجزائر تفرض وجودها همهم فقط الحفاظ على الريع الحفاظ على عصابات دخلت السجون وخلت دراهمها البرة في شركات وشراكات هنا نشوفه في الأحكام الآن التي تصدر توفيق غدوة أو برة توفيق رهو في بوشاوي ويستقبل في الناس غدوة رح يخرج بصفة رسمية لأنه أول حاجة ما دخلش توفيق للحبس ولا ترطاق ولا السعيد بسبب الفساد بسبب ذلك الاجتماع حابين يسقطوا الجايد صالح لأنهم أرادوا أن يدخلوا الجيش في حرب مع الشعب هذا هو انتهى الأمر راح وراح الآن لم يعودوا في حاجة لأنه لم تفتح حقيقة لأنه ما زالت بداية كانت ما زالت وكان أمور كانت تحتاج إلى رئيس جمهورية لكن أنه اللي كان يقود في هذه الحملة اللي كان يقود في هذه الحملة هو الجايد صالح توفيها مباشرة بعد أداء القسم بعد أداء القسم ومو بعد ذلك هاك شفت وش صرى للرجال اللي بتاعهم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله